القرآن مدح أصحاب رسول الله بس بصة أساس فينس في نقطتين مهمين جدا محدش تطرق فيهم لهذه المسألة في مدح أصحاب رسول الله لازم أن الأول أقولها قبل ما يخدش الموضوع فأعوذ سلت دايماً دلوقتي ممكن؟ تفضل تفضل أوي أول حاجة أول حاجة المصريين المسلمين فاهمين غلط إن ربنا لما يقول كلمة خلاص يعني ما أناش فاهم يعني هو ربنا برجع في كلامه لا أما بربنا برجعش في كلامه أما إيه الحكاية الحكاية نشوف القرآن اللي بينه وبينهم عشان نفهم أصل المسألة نشوف القرآن يا سيدي رقم واحد لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سبأ إيه عمل حق خبرك كلمة في الصحاب ما تصبر معايا عشان نشوف إيه الحكاية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة فأعراضه والساس فايز الجو ده يشكله حلو ولا وحش حلو جدا اسمع بقى كده فأعراضه نفضل حلو بقى واللا خبره هم بقى عندهم في الصحابة قال لهم هم حلوين وخلاص دي بالزمن نفهم ربنا كويس فلما ربنا قال فأعراضه يا رب أنت أنت ليس تقللين من شو هاي بلدتهم طيبة ورب غفور قال لك بس فأعراضه فأرسلنا عليهم سهيل العالم يبقى أقصد من هذه الآية أن الله لا حكم مبني على فعل يعني ربنا مدح إنسان لفعله فعله طيب فلما فعل فعله خبيث ربنا ذنه دي قضية رقم واحد طب يا عم ده دولي ناس كفرية عما أيمن وبتاع ماشي خلينا مع دولي أتبع سيدنا موسى عليه السلام مما ربنا نجاهم من فرعون قال إيه وتمت كلمة ربك الحسنى على البني إسرائيل بما صبروا جرأيك أستاذ فايس الجو ده حلوة ولا جو في حاجة وعشة بما صبروا تمت كلمة ربك الحسنى حاجة حلوة خلصة مجرد ما عدوا البحر وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلها أم على طول سيدنا موسى مطار أعلوم فو دبقهم قال إنكم قوم تجهلون يا رب ده أنت لسه ألمن شوية على بني إسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنعه في العون وقومه وما كانوا يعيشون قال لك ما هم فبدلهم فإحنا بدلنا لما هم بدلهم الفعل فنحن بدلنا الحكم إبقى رقم واحد ما تجوشي تمسكولي في آية وتسيبولي الآيات كلها لازم أن تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى إذا مدح الأشخاص فهو بيمدح الأشخاص للأفعال بش بيمدح الأشخاص كده من غير أي حاجة دي رقم 2 رقم 3 لما نيجي هناك عند الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم الأطهار وكان فيهم الميمين وكان فيهم المجاهدين والمهاجرين الذين أودوا في سبيل الله من أول مكة إلى آخر لحظة في المدينة سلام الله ورضوان الله عليهم ونبدأ بسيدنا ياسر رضي الله عنه وأرضاه ولد سيدنا عمار من صحابة رسول الله الأجلاء وستنا سمية رضوان الله عليها من أصحاب رسول الله الأجلاء وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة خديجة سلام الله عليها أم الطاهرة المطهرة نحن لم يشعداء بنا وبين أمهات المؤمنين وبين أصحاب رسول الله لكن أمهات المؤمنين مين وأصحاب رسول الله مين اللي ربنا قال عليهم اللي انت جبت الآيات رقم واحد لما ربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أنت ما قلتش الآية دية أنا اللي بقولها لك بقى فربنا بيمدح أصحاب رسول الله في آخر الآية بيقول إيه بقى ربنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يبقى الآية اللي انت ظنتها في مدح أصحاب رسول الله بتذمهم بتذمهم إزاي لما ربنا يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ومنها أمون للطريق يبقى ربنا عاوز يقول أن من أصحانوا وعملوا الصالحات ومن أصحاب رسول الله آمنوا وما عملوش الصالحات ومن أصحاب رسول الله أسلاموا وما آمنوش ومن أصحاب رسول الله منافقين ومن أصحاب رسول الله مرضوا على النفاق والقرآن مليان بالكلام ده بالذات في الصورة اللي انت اخترتها وجبتلي منها آية صورة البراءة اللي هي صورة اللي انت بسميها التوبة صورة البراءة صورة الفاضحة نزل في 13 مجموعة 13 طائفة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه يربينا يقول له من أهل المدينة مرضي على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومنهم من يقولوا إذا ليه وتسفتني ومنهم من يقولوا كله تفضح كله بقى خاف والقرآن كل شوية يقول لهم أولا ترون أنهم مش نوييني لمواد دور المنافقين لجنبك دولي هيبش خايفين مني أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون طب القرآن لما بينزل بيعملوا إيه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحد ثم انصارفوا صرف الله قلوبهم ربنا بيجع عليهم بأنهم قاموا لا يفقهون فأصحاب رسول الله لما ربنا مدحهم حتى فيئة الرضوان بيئة الشجرة تحت الشجرة ربنا ألا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة زي ما رضي عن النصارى لما كانوا أمنة ربنا رضى عن هذا الفعل الأمين من النصارى بيش رضى عن النصارى لا ربنا رضى عن أمانة بعض النصارى فمدحهم كذلك ربنا رضى عن عن فعل بعض أصحاب الرسول الله للمؤمنين تحت الشجرة فمدحهم بعدين كده ربنا قال إيه في نفس الآية فمن نكث فإنما ينكث على نفسه كذلك المهاجرين أنت نفسك قلت القرآن يقول لك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فين السابقون الأولون وبعدين تقولت في سبيل الله الذين أمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم دية متوقفة على القلب أنت فاهم غلط أنت جايب الآية بالمشألب أنت فاكر أن كل اللي هاجر وكل اللي كان مع رسول الله دعم طاهر مطهر لبنا يقول لك لا في منهم منافقين ومنهم من أهل المندينة من مرض عن النفاق ومن مكة في مكة ناس صحابة ارتدهم في المكة في ناس صحابة ارتدهم من أصحاب رسول الله الأطخار الميمين ارتدهم وسبوه وضحوا كهنم في مكة عشان الفتة واللحمة لما ربنا قال إلا من أكره وقلبه ومطمئنهم بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب لما ربنا يقول عليهم غضب عاوزني تقول أنا رضي الله عنهم أنا أقول لا لا يا حبيبي ما أنا شاءقول فأنت فاهم غلط ودينك مبني على الباطل وأصلت لك الأمور بش عشان ربنا مدح فاعلين ثلاثة عندهم في صورتين وذموهم في ستين آية وستين صورة تقوم أنت جايب المسألة عاملة كده نقول من أصحاب رسول الله أطهار ميمين أمثال أبي ظر وأبو العيث المتيال لو عدت أقول لك اللي ستبش هخلص ده كتير جدا جدا سيدنا عمار وسيدنا المقداد وي 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 وبعدك الأول والجعفر وحمزة وغيره وغيره لكن فيهم فيه منافقين وفيهم ملاعين وفيهم أنجاس فأنت مجيش تلعب في هذه المسألة كتير秒 وحد يزال